ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وفدى مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي عقدت في جمهورية مصر العربية وزير التنمية الاجتماعية أكد خلال كلمتها على همية زيادة التعاون المشارك وتبادل الخبرات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بالدول العربية مشيرا إلى حرص المملكة على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية في دعم الجهود الدولية لحماية حقوق ذوية الإعاقة والمواضيع ذات العلاقة بشؤون الطفولة والأسرة وكبار السن بالإضافة إلى دعم مبادرات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية للوصول إلى تطلعات الدول الأعضاء للأمن الاجتماعي والتنموي المستدام وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين تسعى من خلال رؤيتها الاقتصادية 2030 للوصول إلى نموذج متكامل من الخدمات الاجتماعية للرعاية وتنمية وتأهيل وحماية المستحقين من كافة شرائح المجتمع البحريني عبر تنفيذ المبادرات التي تنسجم مع أولويات ومحاور برنامج الحكومة 2023-2026 اشتركوا في القناة شكرا